أخبار من الداخل تدور حول كل من المنتج جعفر قاسم والمنتج سامير بوجاجة حيث أن هذان الأخيرين يعتزمان على فتح القناة التلفزيونية الترفيهية في الجزائر كما تدور الأخبار عن انضيمام المنتج أيمد النودا صاحب شركة ويلكم ونوت فونت حيث من المحتمل انتلاق القناة في باتها التجريبي في شهر سبتمبر المقبل